أثار نفسية عديدة وانعكاسات سلبية على شكل التواصل الطبيعي بين الناس بسبب الإفراط في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة خصوصا على الشباب والمراهقين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية وسائل التواصل الاجتماعي وأثاره على الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية يشغل اهتمام الأطباء النفسيين والباحثين حول العالم فيما يثير سؤال ما تشخيص هذه الظاهرة علميا هل هي إدمان أم تعود إذا يجينا إحنا سحبنا أو أبعدنا هاي الأجهزة الذكية أو السوشيل ميديا هل ينتج عنها أشياء أو علامات اضطرابات سلوكية أو نفسية هنا بنحط أنه هذا ممكن يكون علامات إدمان آخر الدراسات أشارت إلى أنه كل شخص يستخدم الهاتف أكثر من أربع ساعات وسبعة وثلاثين دقيقة يعتبر مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى مدمن على الجهاز لا يقف الأمر عند مشاعر التوتر والقلق والاكتئاب جراء الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية إذ يميل البعض إلى الإنعزال عن البيئة المحيطة مما يؤثر على مهاراتهم الاجتماعية ويعمق شعورهم بالوحدة وانخفاض مستوى التركيزي والإنتاجية في أشخاص بنلاحظ عليهم بيصيروا منطوين أو منعزلين أثناء استخدام هاي المؤثرات ولفترات طويلة المشكلة عندنا في الأشخاص اللي بنسميهم أحيانا لما بيكتبوا بيعبروا بفرغوا انفعاليا عادة على مواقع التواصل الاجتماعي هاي بنسميها احنا تسول المشاعر ليش؟ لأنه هو بيكون بيمر في حالة انفعالية أو حالة عاطفية حزينة فببل ليش يكتب عن مشاعر أو من لذلك؟ الخطورة تكمن في الأشخاص الاستغلاليين باتت المنصات المختلفة تشجع مريديها على المقارنة بين الأفراد بحيث يعرض المشاهر خصيصا صورا لأجزاء مثالية من حياتهم ومع مرور الوقت يشعر متابع هذا المحتوى بضغط كبير في محاولة مطبقة تلك الصور المثالية ما يؤدي إلى انتفاض تقديرهم لذواتهم والشعور بالإحباط يجب أنه عدم استخدام الهاتف قبل ساعة على الأقل من النوم لأنه لما بنبعد الجهاز عنه من ساعة تقريبا لساعتين بنساعد الدماغ على أنه يفرز هرمون الملتونين اللي بيساعد على النوم وبساعد الأشخاص على الفعل أنهم يسترخوا ويدخلوا في حالة النوم العميق بيشوفوا البلوغرز بيشوفوا الانتفونسرز أنه حياتهم هي حماية إيش ما لها؟ مثالية فالشخص لا شعوري بيكون في عنده عدم رضا على حياته الموجودة ولكن دائما نحكي لهم شغلة أنه ليست الأشياء كما تبدو ينصح الأخصائيون بوضع حدود زمنية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل ومشاركة المحتوى بشكل متزن إضافة إلى قضاء وقت أكبر في الأنشطة الواقعية التي تساعد على تحسين المزاج والتواصل الحقيقي مع البيئة المحيطة ترجمة نانسي قنقر